ووصل إلينا في الاستوديو الآن أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة القدية للاستثمار المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية قد أطلقه سمو ولي العهد وأوضح أن مدينة القدية ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة ما سينعكس إيجابا على اقتصاد المملكة ومكانتها الدولية ولتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح الرياض واحدة من أكبر عشرة اقتصاديات مدن في العالم وضف ولي العهد أن هذا الاستثمار النوعي في مدينة القدية هو أحد مرتكزات رؤية المملكة عشرين ثلاثين التي تستهدف تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي وإيجاد ألاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطمع وتأتي مدينة القدية التي تعد أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة رافدا أساسا في دعم مستهدفات المملكة السياحية والاقتصادية إضافة إلى تحسين جودة الحياة للسكان والزوار وستسهم القدية في جذب المستثمرين المحليين والإقليمين والدولين مما يدعم مدينة الرياض وقد بدأ العمل في المشروع بالفعل وذلك بضخ ما يقارب عشرة مليارات ريال سعودي في مشاريع البناء وتتبنى العلامة التجارية للقدية مفهوم اللعب وذلك بناء على نتائج أبحاث استمرت عقود أثبتت أن اللعب عنصر حيوي للتنمية المعرفية والبشرية وللتعبير العاطفي والمهارات الاجتماعية والإبداع والصحة البدنية كما أثبتت دراسات التأثيرات الإيجابية للأجرطة الترفيهية على المجتمع وعلى قدرتها على إزالة الاختلافات بين الأفراد ولتعزيز مستوى التعاطف والتماسك الاجتماعي كما تهدف مدينة القدية إلى توفير العديد من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة وستتألف المدينة من ستين ألف مبنى على مساحة ثلاثمائة وستين كيلو متر مربع تحتضن أكثر من ستمائة ألف نسمة وتوجد أكثر من ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف فرصة عمل نوعية لتحقق القدية بذلك زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي مئة وخمسة وثلاثين مليار ريال سعودي وتستهدف المدينة استقبال ثمانية وأربعين مليون زائر سنويا بفضل ضمها للعديد من المعالم والأماكن السياحية ذات المستمى الدولي والطابع المتفرد وتقع مدينة القدية السياحية والترفية في قلب جبال طويق على بعد أربعين دقيقة من وسط العاصمة الرياض وتتميز بإطلالات استثنائية على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة وتضم مقرا عالميا للألعاب الالكترونية ومنطقة مخصصة لرياضة السيارات إضافة إلى مضمار سباقات الفورميلا ون وملعبين لرياضة الغولف وإذن تتضمن مدينة الرياضية لكرة القدم تحتوي على أكبر متحف أولمبي في العالم إضافة إلى مدينة ترفيهية ومنتزى ألعاب مائية وسيتم افتتاح أولى الأصول في هذه المدينة السياحية خلال العامين القادمين